عملية الـ expiration بتتم عن طريق valve زي ما اتفقنا بيبقى في عندنا طريقين للهوى فيه طريق بيودي الهوى الرايح للـ expiration وفيه طريق بيرجع الهوى اللي هو رايح يبقى expire فلي بيحصل عندنا بنستعمل حاجة زي proportional valve كده في عملية الـ expiration المطلوب منه انه هو يفتح بشكل يعني ممكن يبقى شكل كامل او شكل فلو احنا عملنا بس partial opening لو ما هوش open completely بيخلي فيه عندنا residual pressure يعني ما بيخليش cycle بتاعة الـ expiration تنتهي عند zero pressure ما بيبقاش عند رهاية الـ expiration ما بيبقاش الـ pressure داخل الـ alveoli مساوي للـ pressure اللي هو في الهوى الجوي لا بيبقى أعلى منه شوية وبالتالي بيبقى فيه عندنا حاجة بنسميها positive and expiratory pressure يعني بيبقى created داخل الحقيقة ده مفيد جدا لانه هو بيخلي الـ alveoli بتبقى open ودي الحقيقة في بعض الاحيان بتبقى لها فوائد therapeutic في غاية الأهمية فالحقيقة يعني ما يكون عندنا في expiratory valve بيعمل لنا الكلام ده ده بيبقى low therapeutic value ويبقى التحكم فيه تحكم في انه هو يفتح بدرجة قدقية أو يقفل بدرجة قدقية بتبقى للطبيب علشان يعني يعالج حالة بعينها يبقى في عندنا الحالة دي محتاجة مثلا pressure أعلى شوية ممكن الطبيب يعني يقدر ان هو يعالي pressure ده عن طريق الـ expiratory valve طبعا بنتكلم على يعني طبعا الـ expiratory valve الحقيقة بيبقى مهم برضو انه هو يكمبونسيت لبعض الحاجات اللي بتحصل داخل الـ breathing cycle زي مثلا coughing اوكي لو الـ patient عايز يعمل coughing فاثناء عملية الـ inspiration دي بتبقى مشكلة لان باسيكلي احنا بنحاول نضغط جواه هو وهو عايز يطلع حاجة من داخل يعني عايز هو يعمل يعني يحرك الهو في انتجاهه مخالف فالحقيقة في الحاجة في حاجة زي كده ممكن برضو من خلال expiratory valve يعني بيبقى فيه طريقة ان احنا بنقدر نحنا نأكموديت الـ condition ازاي كده طبعا كـ implementation expiratory valve عبار عن حاجة زي need valve بالشكل ده كده او سعب بيتعمل بشكل مختلف شوية بحاجة زي balloon كده او diaphragm حسب هي منفوخة قد ايه طبعا لو هي مش منفوخة خالص بيبقى مفتوح لو هو منفوخة partial بيبقى مفتوح بطريقة partial لو منفوخها بشكل كامل بشكل كامل هنا بنتكلم على حاجة زي need valve كده دي basically بيبقى فيه عندنا حاجة tapered هنا كده لو هي دخلت لغاية الاخر بتبقى السكة دي كلها مقفولة فبيبقى valve مقفول لو هي طلعت برة خالص بيبقى مفتوح تماما وبالتالي بنقدر حسب الـ position بتاع الحاجة اللي موجودة هنا دي كده بنقدر ان احنا نتحكم في كمية يعني how much percent valve دي بقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر